أول شيء يعلم هنا حبيب أشارك بثلاث نقاط في النقطة الأولى أول شيء أن الله هو كلي القدرة الله هو كلي القدرة الخالق كلي القدرة يكمل لنا الكتاب المقدس ويذكر عشر مرات هذه العبارة وقال الله وقال الله إذن الكتاب المقدس يعلمنا حقيقة أن الخليقة هي تمت بكلمة من الله عندما قال الله ليكن نور فكان نور عندما قال الله ليكن مياه لتتجمع كل الكائنات ليكن هناك حياة ليكن هناك بحار فكان فالله هو إله كلي القدرة بكلمة من فمه قال للشيء كن فكان وهذه نقطة مهمة لأنه من خلال عملية الخلق من خلال عملية التجديد بدل الخراب بدل ما كانت الحياة ما فيها أي صمر أصبحت فيها نور أصبح فيها مياه أصبح فيه صباح ومساء أصبح فيه شمس وأمر أصبح فيه مزرعات الصورة التي كانت سودة التي لا معنى التي لا شكل التي تعبر على موت عندما قال الله ليكن نور ليكن هناك حياة تغيرت وتبدلت هذه الصورة وأصبح لها شكل تاني أصبح شكلها جميل أصبحت جميل حسنة جدا ويذكر لنا الكتاب المقدس أنه كل يوم الله خلق شيء جديد بكلمة فمهم وبدل الحياة ما كانت بلا معنى أصبحت بلا معنى فعندما خلق الله الإنسان في اليوم السادس يقول الكتاب خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه لكن قال آية مهمة جدا أو كلمة مهمة جدا قال وباركهم الله وباركهم الله وبعد ما باركهم وهنتكلم على هذه النقطة بعد قليل إداهم مسئولية وإداهم دور إذن الصورة الجميلة التي خلقها الله ليست فقط هي صورة عبارة عن خضرة وبحر ومياه ومزرعات نور وشمس وأمر لكن الله وضع في هذه الصورة أعظم هذه المخلوقات وهو الإنسان تاج هذه الخليقة هو أنت وأنا وقال له أنا ما خلقتكش علشان تعيش بلا هدف أو بلا معنى أو تعيش الحياة بطلها وبعرضها أنا خلقتك وباركتك حتى تكون بركة لكل الأمم وهذه الكلمات بتذكرنا بشخصية إبراهيم وبوعد الله بإبراهيم عندما ضع الله إبراهيم دعاوا قال له أخرج من بيتك من وسط أهلك من عشرتك أنا دعيتك وهبركك حتى تكون بركة وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض لكن الآية المهمة وأنا بعض مبالح أجل شخص بعض الوعظة وقال لي أنت موقفتش على الآية رقم 31 وكان المفروض تقف عليها شوية قلت له لي قال لي لأنه فيه فرق قلت له ما هو الفرق قال لي في كل مرة الله في نهاية كل يوم لما خلق شيء قال أنه كان حسن لكن بعد ما خلق الإنسان الذي هو تاج الخليقة كلها قال أنه وراء كل أعماله أنها حسن جدا أنه الصورة كملت وكأنه كان فيه شيء ناقص والإنسان ابتدى يكملها ودي عظمة إلهنا أنه خلق الإنسان تاج الخليقة أنه أنا وإنت خلقنا على صورته ومثاله والصورة لم يكن لها يمكن معنى كافي لم يكن أجمل صورة إلا عندما خلق الله الإنسان وبدأ جزء من هذه الصورة ونظر لها وقال أنه هذه الصورة حسنة جدا تحول الموت لحياة الظلمة إلى نور لكذا كاتب المزمور وفي المزمير دائماً يجب الكاتب يسبح ويرنم الله السماوات تحدث بمجد الله بقدرة الله بعظمة الله الفلك يغبر بعمل يديه يكمل كاتب المزمور ويقول ما أعظم عمالك يا رب كلها بحكمة صنعت وفي مرة تانية يشبه الله بباقي الآلهة الموجودين ويقول هذه الكلمات أن كل آلهة الشعوب أصنام كل آلهة الشعوب لها أزان لكن لا تسمع لها فم لكنها لا تتكلم أما الرب إلهك وإلهي فقد صنع السماوات والأرض هذا أول شيء الخالق الذي تعبده هو إله كلي القدرة لكن هذا الخالق أيضاً يعطي حياة في الأصواح الثاني وعدد سبعة يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات وجبل الرب الإله آدم طراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة نفخ في فمه في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية فصار آدم نفساً حية الله إله يعطي الحياة والحياة التي أنا وإنت نعيشها كل نسمة كل يوم جديد كل صباح جديد كل لحظة أنت تعيشها هي عطية ونعمة من عند الله أنا أعرف أن الحياة تبقى صعبة ونمر كل يوم في حياتنا في أشغالنا في عائلتنا بسبب ظروفنا نمر بالظروف ويجعلنا أحياناً نتظمر نشتكي وقاب يأتي علينا وقت من قدش الضيق من قدش التعب من قدش التزمر من قدش أنه ما عندنا قوة أننا نحتمل البعض مننا ينزل لله ويقول له ليس كفاية كده يعني يريد تأخذ حياتي أحسن لأن أنا مش قادر أعيش أنه أنا مش قادر أكمل وهذا المرحلة اللي بيوصلنا لها عدو الخير أنه بيحاول يخلي الخليقة الجميلة اللي صنعها الله حتى نستمتع بيها حتى نسبح كل يوم لأجلها يخليها سودة قدام عينينا حتى نفقد الرغبة في الحياة ونتمنى الموت لأنفسنا علشان يخليك ويخليني أنسى أنه ده مش قصد الله الله عندما نفخ فيك وعندما نفخ فيا نفخ فينا حياة وأعطانا هذه الحياة هي عطية ونعمة علشان نعيشها بكل فرح نعيشها بكل قوة نعيشها وإحنا فعلا وثقين أنه إلهنا حي إله بيعطي حياة وهذا الإله الذي يعطي حياة هو إله يخلق كل شيء من جديد من جديد وإذا اللي بيقوله النص اللي بين إيدينا لكن أيضا في باقي صفحات الكتاب المقدس يقول الكتاب المقدس في أشعية هذه الكلمات جديدا الآن ينبت الشعب في وسط حرب الشعب في سبي الشعب يمر بالظروف قاسية جدا لكن جاء الله بوعد أنه أنا الإله الخالق أنا الإله الذي يستطيع كل شيء أنا الإله الذي يستطيع أن يخلق في وسط الموت حياة أنا اللي أقدر أصنع طريق جديد أرضي جديدة بحسب سفر الرؤية سماء جديدة لا تفشل لا تيأز إن كنت شاعر أنه في حياتك موت إن كنت شاعر أنه فيه سواد إن كنت فاقد الأمل دعني أذكرك في هذا الصباح أن إلهك إله حي أنه إلهك هو الخالق إلهك هو إله يستطيع أن ينفخ نسمة حياة فيك في هذا الصباح يقدر أنه يأمر ويقول للموت ويحول الحياة للضعف يحول القوة للعبودية التي تطلقك منها ويديك حرية بكلمة من فمه هو الخالق يستطيع أن يخلق إنسان جديد طبيعة جديدة حياة جديدة لأنه هو الإله الذي يستطيع كل شيء لكن الحاجة الأخيرة في هذه النقطة إن كان إلهك بيعطي للحياة معنى أوعى تفقد معنى حياتك أوعى تشعر أن العالم الذي نعيش فيه هذا عالم ماشي محدش يسيطر عليه والبعض يفكر وعندنا نظريات كثيرة تقول النهاردة أنه الله خلق العالم ويسابه ومشي تركه على هواه من غير ما يهتم فيه من غير ما يعوله أما الكتاب المؤدس يقول لا الله لما خلق العالم خلقه ويهتم فيه والحد النهاردة هو بيرعاه هو بيصونه هو كل يوم بيشرك شمسه على الأشرار وعلى الأبرار كل يوم بيطعمك وبيطعمني كل يوم بيطعم كل الخليقة هو اللي بيعطي المطر هو اللي بيعطي الخبز هو اللي بيعطي كل شيء إلهك اللي خلق الكون مش هيسيبك لوحدك ولما خلق الكون وخلقك في هذا الكون خلق كل مؤدسة فيه لكي تستمتع بهذه الحياة خلق النور وخلق الظلمة خلق البحار خلق السماء وخلق الأرض خلق الزراعة خلق المزروعات خلق كل الحيوانات وخلق هذه الحياة لكي تستمتع فيها ania ل GIALTHI eventually أنا أشكرك لأنك خلقتني، أشكرك لأنك ديتني حياة، وأنا واثق أن حياتي ديت لها معنى، صلي وأطلب منه، أفتح حناية، ساعدني أشوفك في وسط حياتي، ساعدني أشوف الهدف الذي خلقتني على شانه، لأن أنا بيك، أنا بيك، أقول له في هذا الصباح، أنا بيك بحية وأتحرك وأوجد، دعينا أقول لكم نقطة مهمة قبل أن نقل على النقطة التي جاءة، أنه بدون الله لا يوجد حياة، وإن كنت فاقد الحياة، وإن كنت فاقد الأمل، وإن كنت فاقد أنك قادل تكمل الحياة التي تعيشها كل يوم، لأنك بعيدة عن الله، أنا أريد أن أعوك في هذا الصباح، إن كنت تؤمن أن الله هو الخالق، أنه هو السيد، أنه هو كلي القدرة، سدق أنه يقدر يضي لك حياة، أرجع، أتوب، يجب أن يواثق فيه، يتمسك بي وأقول له، أنا مستنى النهاردة أنك تؤمر بحياة لنفسي، النقطة الأولى هي، الله هو الخالق، وكلي القدرة هو من يعطي حياة، هو من يجعل لحياتك ولحياتي معنا.